السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلبات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات قسم نجارة الأساس النهاردة نتكلم على فرع كبير جدا من فروع مواد التخصص وهو مادة العمليات الصناعية مادة العمليات الصناعية جماعة احنا نتكلمنا على أبواب كتيرة جدا فيها بداية منها العلب السبتة والعلب القبلة الفك والتركيب والضلف الخشبية والأدراج والأرفف والظهور النهاردة نتكلم على باب كبير جدا وباب مهم جدا ولا يخلو أي منزل من القطعة اللي احنا نتكلم عليها وهي المناضد بجميع أنواعها المنضدة عندنا مناضد سبتة وعندنا مناضد قبلة للاستطالة بمعنى ان احنا في الظروف اللي احنا فيها دي احنا المساكن ديقة وقلة المساحات فبنلجأ لطرق هي طبعا طرق قديمة ولكن طرق جميلة جدا في ان هي بتوفر قطعة اساس اقدر ان انا اعملها قبل الاستطالة وفي نفس الوقت انا لو معنديش ديوف ولا كام ده كله بلمها وتاخد حيز صغير المناضد السبتة اللي هي التقليدية بتاعتنا اللي انت بتشوفها في منضدة الصفرة او منضدة المكتب او المنضدة بتاعت الاطفال اين كانت المنضدة فهي دي مناضد سبتة طب المناضد السبتة ليها طرق تثبيت وليها اشكال هنتكلم عليها النهاردة بالتفصيل وطبعا الدرس دوت من الدروس المهمة اللي بتيجي في امتحانات الدبلومات بشكل مستمر هنتعرف النهاردة انت انا مطلوب مني ايه في الرسم المنضدة اول حاجة طرق التثبيت بالنسبة للمناضد السبتة التجميع بتاع المناضد السبتة طب بالتربزات المحورية او التربزات اللي قبلها للاستطالة احنا عندنا كذا نوع اول نوع منها مثلا التربزة المحورية انا اتعرف ازاي بنرسمها وازاي بنشكلها وازاي هي طريقة التحريك بتاعتها بتتم عن طريق ان انت بتبدأ تحرك الرسم بنفسه بحيث لما تنزل للتنفيذ تبقى عارف القليات بتاعتها ازاي تعالنا نبص اول حاجة عندنا هنقول اول حاجة ان انا عندي في المنضدة بتتكون من ايه يا جماعة زي ما احنا شايفين كده قرصة ارجل شكلات رؤوس طولية ورؤوس عرضية كل الكلام دوت هندرسه ونعرف الطريقة بتاعت التجميع بتاعت الارجل هتبقى طبعا بالنقر واللسان بالنقر والايه واللسان وهنا هتبقى نقر واللسان غير نافد الشكلات نفس الكلام معظم التجميع بتاعت الترابيزات هتبقى التركيب الصناعي بتاعتها هتبقى النقر واللسان النافد او الغير نافد طيب ده اللي قدامنا دوت بتاع الشكلات اللي تحت دوت ده كعب غنفاري جرار بيدين ممكن نجمع بيهم الشكلات اللي تحت ديت اللي هم جزئين دولت واحد واثنين بنبدأ نجمعهم عن طريق كعب غنفاري بيدين زي ما احنا شايفين في الصورة طيب تعال نبص للمفصل بتاعنا القرصة مع الرجل مع المرة الطولية بتتجمع ازاي تعال نبص عليها قطاعه افقي طبعا قطاعه افقي هنتكلم عليه انه هو لازم يتنفذ باللون الاحمر كقطاع طيب نبص هنا برضو ده موضح معنا التجميع بتاعت النقر واللسان في الرأس الخشبية وهنا نفس الكلام بالنسبة للرأس الخشبية ده نقر ولسان غير نافد ماشي بتجمع المرة الطولية والمرة العرضية ماشي وهنا نفس الكلام بالقطاع الرأسي طيب تعال نبص على المنددة كمنظور كده او كما كت معنا ونبص على التفاصيل بتاعته المكت بتاعنا اهوت زي ما احنا شايفينه قدامنا بيه تتجمع ادي ارصة و ادي المرة الطولية و ادي المرة العرضية بتاعتنا و ادي الارجل طيب تعال نبص هنا على الجنب هنا بالنسبة للمنددة هنلاقي ان انا عندي هنا المرة الطولية متجمعها بالنقر واللسان اللي احنا شفناها قدامنا تمام ادي المرة الطولية هي و ادي الرجل نفسها هنا بتخش بنقر واللسان التلتين وبتقف تمام وهنا المرة العرضية نفس الكلام بتخش بنقر واللسان وبتقف تمام لغاية الجزء دو بالنسبة لدي طيب هنا طريقة التثبيت هنا بتبقى ازاي عندنا طرق مختلفة للتثبيت و نبدأ نتعلمهم مع بعض و نبدأ نرسمهم مع بعض تمام طيب نبص على نموذج تاني للترابيزة نفس الكلام برضو اهوت ده نموذج اتنين بيختلف فيه شكل الرجل نفسها هنا هنلاقي ده سؤاس بيربط الجزء بتاع الشكال اليمين بالشكال الشمال بيدي عزم للترابيزة شوية تعالوا نبص هنا الشكال دوت ممكن يتجمع زي ما احنا شفناه بالكعب الغنفار الجرار بيدين او بيتجمع معانا بنار واللسان طيب الجزء بتاع الشكال دوت بتجمع هنا ازاي جماعة الجزء بتاع الشكال اللي تحت هنا بيتجمع بالنقر واللسان الغير نفد وهنا نفس الكلام خلاص وهنا نفس الكلام طيب هو انا ليه ما عملت الشكال هنا طبعا عشان الحرية بتاعة طرابيزة المذاكرة ما بتبقاش عليها احمال كبيرة جدا ولكن بنفضل ان الجزء ده يبقى مفتوح الطالب يقدر ان هو يبقى فيه سعة لرجلو ان هو يخش في التصميم نفسه طيب هنا نفس الكلام هنلاقي من جوه التجميعة نفسها وهنعرف ازاي ان احنا بنجمع الجزء بتاع القرصة بالميرة الطولية والميرة العرضية والارجل زي ما احنا شايفين ديت بتبقى الشكل ربع او الشكل نفسه عندنا بنقول عليه شكل مخروطي طيب تعالى نتعرف على طرق تثبيت بتاعة الجزء بتاع الارجل الامامية او الارجل الخلفية بالنسبة للمنددة وعندنا طرق كتيرة جدا بنعرف اول طريقة عندنا بصوا معايا هنا هنا دي تثبيت القرصة مع شمبر القعدة بلقم معدنية مصبتة بمصمار البرمة من الداخل طيب دي تثبيتت ازاي مستر قادي القرصة عندنا دي تحرة بنبدأ نجيب لقمة معدنية او زاوية معدنية ونسبتها في الميرة الطولية الاول خلاص بعد كده بنحط القرصة ونبدأ نسبتها بمرصمار من الداخل تاني طيب تعال نشوف اللقمة الخشبية طيب مقولتناش المقسات ديت بتاعدية ايه مستر المقسات ديت بنقول ان القرصة ديت بتبقى اتنين سنتي اشرة اكومية اتنين ملي اشرة اكومية من الجهة التانية اتنين ملي وكلها على بعضها بتبقى اتنين سنتي او اتنين واتنين على حسب القنتر اللي انت عايز تنفز منه طب انا الشرط ان انا ننفز بقنتر لا مش شرط انت ممكن تنفذ بخشب غير الكنتر ممكن تنفذ بخشب طبيعي زي الزين او الموسكي او اين كان عن طريق اللحمات الصناعية طيب تعال نبص على الطريقة رقم اتنين وديت بلقمة خشبية اللي هي اللقمة هي طيب تعال نتعرف على مقاسات اللقمة الخشبية ديت ونقول مقاسها كام في كام اللقمة الخشبية ديت بتبقى اتنين ونص في اربعة طب اربعة بالنسبة الدخول بتاعت اللي دخله في قلب المفحار اللي في قلب الميرة نفسه شايف المفحار اللي في قلب الميرة ده مفحار في قلب الميرة نفسه المفحار دوت بنخش قد ايه بنخش تلت التخانة تلت التخانة يعني ديت لو اتنين سنتي هنقول واحد وعشرين ملي يعني نتخش سبعة ملي تمام وفي بعض الاحيان الناس بدخلها الى نص التخانة اللي هي بنقول عليها واحد سنتي طيب هنا بنبدأ نقسم دية شكل إفريز اللقمة نفسها اللقمة نفسها لو فصلناها بتبقى شكل إفريز بتبقى شكل إيه؟ إفريز طيب تعالوا نطبق اللقمة الخشبية ديت معانا على الرسم ونشوفها تترسم إزاي أول حاجة عندنا هنا هنرسم القرصة زي ما احنا شايفين كده قادي القرصة اللي احنا شايفينها وبتبدأ تركب للقرصة أشاط بقين شكل اللي انت عايزه وبتبدأ تبعد أربعة سنطين وبترسم المرة نفسها قادي المرة طبعا أنا ممكن أعمل اختزال نحاول نتقل القلم عشان أبناننا الطلبة يشوفوه أهوة اختزال تعالوا للقمة الخشبية بقى أهيت هبدأ أعمل اللقمة بتاعتي قلنا هتخش قدية سبعة مل وإحنا قلنا طولها قدية أربعة يبقى اللي سبعة أهيت من هنا نبدأ ننزل اتنين ونص سنطي ونبدأ كده نبدأ نشكل المفحار بتاعنا في قلب الجزء دوت أهوت بنقول بيخش سبعة ملي نوضحها باللون الاسود عشان تبقى باينة معانا التحركات بتاعتها أوضح لك واحدة واحدة أهيت أول حاجة قادي المرة وقادي المفحار تعالى بتسيب خلوص كده أهوت وبتسيب نهاية للتثبيت بالغرة وقادي الاختزال بتاعنا أنا عايز أعمل ديت لوحدة عشان تشوف شكل المفحار اللي معمول في المرة أهوت نبدأ نهشرها هشرناها أهيت ده المفحار يا جماعة اللي احنا شايفينه طيب اللقمة نفسها أهيت بتسيب ملي للغرة طيب القرصة هيت عشان نبقى شايفينها قدامنا بقى قبل مرة أهيت قشرة الأكومي أهيت وقادي قرصة المنددة وقشرة الأكومي وقادي الأشاط بتاعنا قلنا من 8 ل1 سنتي قادي الأشاط عايز أعملها خشط طبيعي أعملها طبعا قلنا ديت بتبقى سمكة الخانة اللي هي السداية بنفسها أهيت هنعمل حاجة غير طبيعية شوية بس انت المفروض ما تعملهاش أنا هغير في اللون اللقمة نفسها ده غلط طبعا من أننا هعمله ولكن عشان أوضحها لك هي بتبقى باللون الأسود وبتلون باللون الأصفر عشان ده كطاع رأسي أهي عشان أوضح لك بس شكل اللقمة اللقمة أهي خلط طالك عشان أميزها لك عن باقي الشغل أهي ديت اللقمة بتاعتنا الخشبية تمام تعال هنا وسبتها لي بمصمار هنعمل مصمار بورمة أول ده مصمار البرمة اللي هنسبت بيه اللقمة وآدي اللقمة نفسها اللقمة ديت قولنا المقاس بتاعتها كام يا مصدر أربعة في اتنين ونص طيب المرة ديت بتبقى كام اتنين سنتي القرصة ديت بتبقى كام اتنين سنتي السدايب بتبقى كام تخانة أو عايز تريح نفسك هتقول واحد ونص سنتي طيب ديت بنقول عليها تمانية ميلي عايز تعملها واحد سنتي ميش خلاص هتعمل كونتر هتلتزم معايا بالتهشير هتعمل كونتر هتتلتزم معايا بالإيه بالتهشير أو تتهشير بتاع كونتر سدايب عكس بعضها بنسيب واحدة ونعمل التانية زي ما احنا شايفين كده هناخد نحاة تانية وهكذا دي اللقمة الخشبية طيب عندنا طرق تانية آه عندنا طرق تانية عندنا طريقة رقم اتنين وهي طريقة تسبيت القرصة على القعدة بمصمار مائل المصمار البرم المائل اللي بنقول عليه عملية أرشانلي بيخش بزاوية بيخش بايه بزاوية طيب نعملها عال سريع نموذج عندنا قادي القرصة عندنا برضو جماعة نبدأ نرسم القرصة بتاعتنا بسرعة عشان درس المناطق ديها من الدروس المهمة جدا اللي كله شغل ومحتاج منك تركيز عالي تعالا قادي المرة اهيت تعالا ناخد الزاوية دي اللي هي زاوية القرشانلي اهيت بتبعد واحد ونص سنتي وبتاخد نسبة المائل بتاعتك اهيت وبتبدأ تثبت المصمار بتاعت بنوريك الفكرة بتاعتها اهيت المصمار البرم بتاعنا اهو وطبعا دية المرة نفسها متهشرة معنا والقرصة زي ما احنا شفنا معمولة معنا خلاص طبعا الشغل احنا عملناه في الرسمة اللي قبلها طيب تعالا نبص على طريقة تانية نبص على طريقة تانية اول حاجة في الطريقة التانية اهيت ده تثبيت القرصة مع شمبر القاعدة بسقوب في تخانة المرة من اسفل غير نافد يعني دوت السقب نفسه غير ايه غير نافد خلاص وببدأ ادخل مصمار البرمة من السقب اللي قدامنا دوت وابدأ اربط المنددة عندي ماشي بمصمار البرمة طيب تعالا نشوف طريقة تانية بقولك ده تثبيت القرصة مع شمبر القاعدة بلقمة معدنية مسبتة من الخارج طيب ايه الفرق ما بين ديت رقم واحد ورقم خمسة اللي قدامنا ديت ان ديت من الداخل وديت من الخارج ديت من الخارج انا بسبت في قلب المرة من الجزء الخارجي دوت وابسيب طرف اللقمة الخشبية او الزوية اللي احنا عملينها ديت نفس القصة وبسبت من الخارج دي طريقة مختلفة عن ديت بقى لكن الفكرة واحدة طيب نشوف الطريقة رقم ستة عندي زاوية طيب الزاوية بالشكل دوت ده نوع من انواع الزاوية ممكن اعمل زاوية تانية زاوية عدلة خالص طيب الزاوية ديت بتبقى كام يا مستر قال للزاوية ديت بناخد هنا اربعة والجزء دوت واحد ونص نسبة الميل ديت بتبقى واحد سنتي وبناخد هنا واحد اللي هو بتبقى السنادة او ممكن نطولها شوية وبندخل المصمار من هنا وساعات في بعض الزاوية بيبقى فيه سقب هنا بمو نقدر تدخل فيه مصمار تاني طيب عندي زاوية العادية ممكن ااخد زاوية تلاتة في تلاتة واسبت من الجنب وحط القرصة واسبت بيها اللي هي الزاوية المعدنية العادية جدا وباسبتها من الاربع جهات عندنا بالنسبة للميرة بتدي تقوية جميلة جدا طيب هو انا هنا عمل لك قرصة وعليها ازاز ورفعت القشاط دوت وعملت فيه مجرة وركبت ازاز طيب القشاط احنا هنا عملنا مختلفة عن بعضات اي قشاط من الدوت ينفع معاك في اي رسمة الوشاط اللي هو نص دايرة دوت او الوشاط المشتوف او الوشاط اللي هو زيادة بيدي شكل حلية ممكن ارك اشغل حلية في الوشاط نفسه او الوشاط العادي جدا اللي هو بيغط النص بيغط التخان عندنا او الوشاط بالشكل المثلس اللي انت شايفه دوت اي ان كان احنا طبعا ممكن تشتغل اي طرق كل الطرق بيقشاط واحد طيب المنددة ذات المحور اللامركزي دية دخلنا كده خلصنا المناضد السابتة تعالنا نخش على المناضد المحورية بقى عشان مهمة جدا معنا بص يا سيدي ادي المنددة عندي اهية خلاص ده سي السنتر اللي هو المركز بتاعي ودية اللي هو معمول الخطوط بتاعتك دية اللي هي ايه الترابيزة وهي مفتوحة طيب اللي هي النقطة دية الترابيزة وهي مقفولة طيب ابناءنا الطلبة يعرفوا منين يجيب السنتر ومنين ارسم دية هنطبقها دلوقتي رسم بحيث ان ابناءنا الطلبة يعرفوا يرسموها ويعرفوا يجيبوا المحاول بتاعتها بمنتهى السهولة تمام تعالى نطبق كده ونشوف مقاساتنا اللي احنا هنشتغل بيها المقاسات ايه اول حاجة هنبدأ نشتغل عليها ان احنا ناخد المقاسات بتاعتنا اول مقاس هاخده هاخد 16 سنتي هاخد كم 16 سنتي وانا باخد 16 سنتي دوت عشان لو انت وقت الامتحان بتاعك دي هناخد 16 سنتي اهيط ادي 16 ده اقطع ايه يا جماعة قطاع افقي 16 سنتي قسم 16 دي في الاول قبل ما ننساها تمانية وتمانية طيب ادي التمانية بتاعتنا في ال 16 واخد من هنا 2 سنتي نص سنتي 6 ملي احفظ المقاسات دية معايا 2 سنتي نص سنتي 6 ملي واخد 12 ادي ال 12 هاخد 2 سنتي 5 ملي 6 ملي نفس الكلام طيب انا ازبط ازاي وانا مش معايا مصطرة حرف تي هقولك دلوقتي هناخد دية زي ما انت شايف على الرسم كده ادي 16 واخد نقطة ما وصلتهاش خلاص وهاجي من هنا وامنازل ال 12 بتوعي ادي ال 12 اهي بص حتى ازاي بت ديت معاك 104 ملي اهي عشان ازبط ازبط الرسم بتاعي اهي عندي ال 12 وقفت تمام بعد كده هوصلها ببعا طيب انا خدت هنا كام اهي اتنين ملي ملي اهي انا خدت وقفت اهي اهي اتنين سن اهي 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 نفس الناحية التانية برضو اتنين سمتي خمسة ملي ستة ملي نيجي على الجزء دو اتنين سمتي خمسة ملي ستة ملي الناحية التانية المقابلها اتنين سمتي بعد الاثنين سمتي خمسة ملي بعد الخمسة ملي ستة ملي كده هعمل شبكة عشان اقدر اجيب الشغل بتاعي وصل الاثنين مع الاثنين الاثنين سمتي مع الاثنين سمتي اهي النص مع النص اهو تعالا هنا الستة مع الستة نفس الكلام بالنسبة اللي هنا برضو اهو نفس اللي تجات بعمل شبكة بعمل شبكة عشان اقدر اعمل ايه اجيب الاجزاء الداخلية واقدر اعمل القرصة الاساسية بتاعتي اهي ادي عملنا شبكة اهي وهنفس الكلام بالنسبة للطولي اهوة ادي الاثنين مع الاثنين انا مش شرط ان انا جيبها من الخارج هنا وختام للداخل هنا اللي هي الخطوط دي كده كده هتتمسح طيب تعال هنا نفس الكلام اهيت وادي جزء الاخير عملت معي هنا يا جماعة ايه شبكة عملتش ايه شبكة امسح للخطوط الخارجية بقى اللي احنا قلتلك عليها امسحها اهيت اهيت امسحنا للاجزاء الخارجية طب القرصة الاساسية طب عندك طاعة افق هيتعمل باللون الايه الاحمر اول اللون الاحمر معنا تعالى للقرصة الاساسية هنعملها نقط ادي القرصة الاساسية طبعا انا ابناء انا الطلبة يشتغلوا بألم اه نص التخانة ديت لان الالم ده انا جايبوا تخين عشان يباني قدام الكاميرا اول نقط اللي هي القرصة الايه يا جماعة القرصة الاساسية القرصة الايه الاساسية اللي هي تحت اللي هي مختفية بعد ما بنفرد الترابيزة بتاعتنا طيب تعالى هنا اللي هي الستة في ستة اللي هي ايه الجزء بتاع الارجل ايه دي الارجل هي تا جماعة معنا هتبان دلوقتي كل حاجة زي ما احنا شايفين كده قدامنا اول ايه دي ايه دي تشيلة بتاعت الارجل عشان تبقى باينة معنا الناس تاخد بالها معنا ان الحاجات دي بتسهل احنا بنشوف ابسط الطرق تعالى نعمل المرة الطولية والمرة العرضية اهيت بتسيب ملي وبتاخد خط وبتاخد اتنين ملي تمام اهي ادي المرة العرضية المرة الطولية سيب ملي بتاخد اتنين ملي نفس الكلام للجهة التانية في المرة تسيب ملي بعد كده بتاخد اتنين ملي بعد كده بالنسبة للجزء بتاع المرة الطولية في الجهة المقابلة اهيت طيب بعد كده يا مستر انا عملت الارسة الاساسية والارسة الاضافية تعالى انا قلت لك اسم الستاشر دي هي التمانية وتمانية اسمها كم؟ تمانية وتمانية ادي التمانية الاولانية اهيت وادي التمانية هي هو ليه يا مستر انا بقسمها؟ عشان اجيب نقطة السنتر بتاعتي اهيت اهيت يا جماعة استنتهى طيب بعد كده هجيب المثلس بتاعي دوت واجيب المثلس الخمسة واربعين بتاعي اهوت ده المثلس الخمسة واربعين طيب قبل ما ابدأ بالمثلس الخمسة واربعين ديت اتناشر هجيب النص بتاعي كم؟ ستة ادي الستة بتاعتي ستة سمتي طيب هعمل ايه بعد كده قال لي حط المسلس دوت وازبط على اي قائم عندك عدل اي قائم ايه عدل وليكن القائم اللي في النص دوت اهوت نحايا ونزبطه اهوت وابدأ هاتف سنتر طب اجيب السنتر ازاي زاوية 45 من الجزء دوت اهيت نقط وهجيب من نقطة النص اللي احنا قسمناها ديت نقط تقابلوا معايا جماعة في نقطة اسمها نقطة سي نقطة السنتر قدي منها 3 ملي وشملها 3 ملي بقت كلها 6 ملي هي من 6 ل7 ملي دي نقطة ايه سي طيب نقطة سي ديت هتعمل معنا ايه جماعة ان انا هجيب بعد كده هجيب البرجل بتاعي وهركز في سي هركز فيه في سي هركز فيه في سي ادي السي وهفتح البرجل بتاعي اهيت وناخد ديت تقابلت مع الايه الجزء بتاع طرف القرصة دي طيب طيب واقف البرجل بتاعي تاني وهجيب الجزء رقم اتنين هيتقابل معايا هنا طيب هنسمي ديت ايه ايه وديت ايه شرطة ديت ب وديت ب شرطة طيب هتفتح ازاي المسر معنا تعالى نبص كده ادي الترابيزة بتاعتنا اهيت خلاص ادي الترابيزة موجودة معنا هنا تعالى نبص على نقطة السنتر بتاعتنا نقطة السنتر اهيت ديت نقطة السنتر يا جماعة نقطة الايه السنتر ادنا ان الطلبة ياخدوا ترابيزة كده مقفولة عايز افتح الترابيزة بتاعتي هقوم شادد ساحب الترابيزة كده عن محور بتاعي كده بص كده جات الايه مع الايه والبي مع البي وهم فاتح الترابيزة كده بالشكل انت شايفه هو عايز اقفل تاني الديوف خلصوا من عندي وعايز امش اعمل ايه اهم اقفل الترابيزة مرة تانية بالشكل دوت وعند المحور طبعا انا بحطولك البرجل عشان اقدر يلف للترابيزة اهو واهم اقفل الترابيزة بتاعتي وترجع لاصلها اهي عندي انا هي في الوضع السكون بتاعها في وقت القفل بتاعها جالي الديوف عشان اه 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 انا كده في الطبيعي بتاع الاسرة بتاعتم كوانة من 3 افراد اربع افراد الترابيزة تتكفيهم عندي عزوم عندي ضيوف جولي والكلام ده كله عايز ترابيزة كبيرة عشان تكفي العدد بقوم فاتح الترابيزة بتاعتي بالشكل دوت اسمها زيت المحور اللي لا مركزي دي لا مركزية فتحت كده وفتحت القرصة الاضافية بتاعتي بالشكل دوت خلاص يبقى ديت يا جماعة من الطرق اللي هي بنقدر ننفذ بيها الشغل بتاعنا بمنتهى سهولة وطريقة من الطرق الجميلة جدا اللي بتقدر في المساحات الديقة نقدر نعمل منها شغل اه او اه ترابيزة كبيرة انا عايز ترابيزة كبيرة والمساحة عند الصغيرة والترابيزة كبيرة ديت مش هستخدمها اللي وقت الحاجة يبقى الترابيزة ذات المحور اللي هي مركزي ابنان الطلبة القطوط اللي انا عملتها سواء طولية او الشبك اللي انا عملته دوت ده بيساعدك ان انت تقدر تجيب الترابيزة الاصل بتاعها وتقدر تجيب الارجل اماكنها فين طبعا الطريقة ديت دي ابتقار ان انت تقدر طبعا ده مش الحجم الطبيعي الحجم دوت بمقياس واحد لعشرة عشان نقدر ان احنا نوريك الفكرة في الشورة بتاعنا طيب انا ليه اشتغلت باللون الاحمر لاني انا شغال قطاع افقي شغال قطاع افقي يعني انا جيت الترابيزة بتاعتي قطعتها كده قطعت كده فبصص من فوق واحنا قلنا ان القطاع الافقي يا جماعة باللون الايه الاحمر طيب دوت رأسي يبقى باللون الايه الاسود وبنلون باللون الايه الاصفر طيب كده ده جانبي سواء مساقط او قطاعات بنبدأ نستخدم الطرق دية وبنبدأ ان احنا نكيف الالوان بتاعتنا ما تقول ليش انا لا ده انا هعمله باللون الازرق لا طبعا غلق طبعا انا هعمله باللون ااا اللي اسود لا غلق هو قطاع افقي يعني قطاع ازرق اي اللون ازرق خلاص ماشي يا جماعة طيب هي ديت الفكرة الوحيدة ولا في افكار تانية مستر قال لي لا في طريقة برضو قديمة اسمها زاية القلابة والدرج تعالوا نبص عليها كده اي دي مسقط افقي برضو لمنضادة زاية القلابة والدرج طبعا انا كنت حابب ان انا ارسيبها معاكم ولكن في وقت الحلقة وعندي جزء من الفيديو كده عايز اعرضه عليكم سريعا للطريقة بتاعت التصنيع نشوف هنشتغل فيها ازاي طب تعالوا بص اي دي الدرجة هوت و اي دي سيف المعدني اللي بيبدأ اقلب عليه الجزء الاضافي ده دي سنادة بتسند معايا الدرج يا جماعة بيفتح وتبدأ تعمل ارسة اضافية نحية اليمين و نحية اليسار عن طريق درج موجود في المنددة طيب تعالوا ناخد ترابيزة تالتة وهي ذات المفاتيح الغنفرية دي يا جماعة ترابيزة جميلة جدا بتبدأ ان هي تتداخل شايفين الجزء بتاع الروعة دوت انا عامل هنا الارجل اهيت واحد اتنين تلاتة اربعة وبتبدأ تخش في قلب بعضها بحيث ان هي تتجمع في النص وتوفر معايا تلتة المساحة ضيط برضو من المناضد اللي هي مهمة جدا عندنا في نجارة الاساس بنبدأ نتعامل معايا طبعا تعالوا نقول ان احنا نرسمها سريعا كده بس مش عن طريق الورق عن طريق ان انا اوصف لك ترسمها ازاي خد 15 سنتي قسم 5 5 5 وخد 10 سنتي وبعد كده الشبكة اللي انا هعملها ازاي مستر قال لي خد من هنا 1 سنتي من الجهات كلها وبعد كده هاخد 13 ملي اللي هي 1 و 3 ملي يعني هاخد سنتي وبعد كده هاخد 13 هاخد سنتي واحد 13 واعمل الشبكة بتاعتي على 1 و 13 خلاص 13 ايه 13 ملي وابدأ اوصل الخطوط بتاعتي كلها وبعدها طيب بدأت من ناحية اليمين خلاص هابدأ اعكس من ناحية الشمال اللي انا خدت الجزء بتاع الميرا الطولية من برا من النحية التانية اخدها من جوة طيب هتتقسم ازاي هاسيب ملي اللي هو بتاع الشفة نفسها وابدأ اقسم اللي 12 خدت واحد من التلاتاشر اتبقى كم معا يا جماعة اتبقى اتناشر ملي اتبقى كم اتبقى اتناشر ملي طيب هاسي من التاشر دولت على التلاتة في كم اربعة 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 يعني هعمل الشغل بتاعي تلات اربعات ووصلهم بالجزء بتاع الرجل اللي قدامي ديت وهبدأ اخد اول اربعة وهامسح المقيين وياخد هنا اول اربعة وهسيب التمانية يعني ديت اربعة وباقي منها كم تمانية نفس القصة هاجي الناحية التانية هاخد العكس هسي اخد من جوه بقى الاربعة وهسيب التمانية من بره هاخد الاربعة من جوه وهسيب التمانية من بره طيب اللي في النص ديت اللي هي الغنفاريات اللي هي هتبقى المجال الغنفارية بتاعتنا المفاتيح الغنفارية هتبقى ازاي هاجي من هنا من الجزء بتاع الخمسة دوت وهاخد واحد ونص وهاخد هنا واحد ونص وهم قاطع خلاص القاطع بتاعت دوت هاجي من هنا من الجزء بتاعت مش فيه هنا قلنا ان هنا عندي اربعة 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 هاخد من الاربعة اللي في النص ديت اللي هي الاربعة دية ما انا مسحتش خطوط بتاعت كلها مسحت من هنا بس هاجي عندي جزء دوت بتاعت الاربعة دوت هاجي اهم قاطع الجزء دوت خلاص من هنا لهنا وهم عامل الجزء اللي هو بتاع شيالات عن طريق النقر واللسان في الجزء بتاع المرة الطولية هنا والميرة الطولية هنا والميرة الطولية هنا والميرة الطولية هنا خلاص وابدأ اعمل نقطة خفيفة بحيث ان الترابيزة نفسها بتخش ضمت على بعضها باقي الترابيزة صغيرة فرتها باقي الترابيزة كبيرة تمام طيب دي زات المجالي الغنفرية طبعا درست المناطق يا جماعة من الدروس اللي هي المهمة جدا واسئلتها المفروض نشوفها تعال نشوف فيديو كده عشان وقت الحلقة عندي ازاي بفصل الترابيزة زي ما احنا شايفين بيبدأ يقطع الجزء بتاع الارجل بالشكل دوت ديت الميرة العرضية الميرة العرضية زي ما احنا شايفين الميرة الطولية اهيط بقيت عندي الميرة الطولية والميرة العرضية زي ما احنا شايفين اهيط بيبدأ المكان اللي قدامنا دي طبعا احنا درسين المكان وعارفين ان دي مكنة الصينية بدأ يشو عمل رجلين او الرجلين هما ويادي الرجلين التانين بتوع المندضة بتوعي كده عمل اربع ارجل عمل كام اربع ارجل اهيط بدأ يوفقهم سواء ميرة طولية او ميرة عرضية وهنبدأ نعمل عملية مسح على مكينة الربو ديت مكينة الربو يا جماعة بيبدأ يمسح وش وحرف زي ما احنا شايفين طبعا المكان ده درسين يا جماعة يعني بدأنا الطلب في حصة المعدات شرحنا المكان ده بالتفصيل اهيط ديت الميرة الطولية والميرة العرضية مسحة وش وحرف زي ما احنا شايفين هنبدأ نمسح برضو الارجل بتاعتنا وش وحرف ولو احنا عندنا اكتر من مندضة وعزين انهم تخانة واحدة بنبدأ ناخدهم على مكينة التخانة زي ما احنا شايفينها هوت خلاص هنبدأ نعمل شغل النقر واللسان بنحدد الامكانية بتاعتنا طبعا مكنة التخانة دي بتحدد السمك بتاع الخشب عندي بالشكل اللي احنا شايفينه دوت حددنا السمك بتاعنا وهكذا بالنسبة للميرة الطولية والميرة العرضية والارجل كمان ممكن ناخدها هنا طبعا بنحدد التخانة بعد ما اخدنا وش وحرف بنحدد التخانات بتاعة الميرة الطولية والميرة العرضية طبعا في الفيديو بنعمل نموذج واحد عشان كلهم بيتعاملوا نفس الكلام والرجل برضو نفس الكلام بنحدد التخانة بتاعتها سواء طول او عرض احنا كده خدنا الجهة الطولية كده نحدد الناحية التانية بحيث ان الرجل نفسها ربعة الرجل ايه ربعة مربعة وهكذا بالنسبة للاربع ارجل هتعملوا نفس الكلام هابدأ بعد كده اعمل عملية تقصيب تقصيب اللي هي الاجزاء الزيادة اللي عندي بابدأ اشيلها عن طريق دليل زي ما احنا شايفين في الفيديو خلاص عملية التقصيب دي تجمعها مهمة جدا ان هي بتزبط معي الشغل بشكل عام ماشي ايه اتعملية التقصيب شغلة ده لما اجي اعمل النقر واللسان بتاعي او الشغل بتاعي وابدأ اجمع بتجمع بمنتهى السهولة واليسر وبتبدأ تزبط معي الشغل بدأنا نعمل شغل ده اسمه يا جماعة اسمه مفحار اسمه ايه مفحار تمام طيب المفحار ده هي وظيفته ايه دلوقتي هنعرف دلوقتي من خلال ان احنا ممكن ناخده خدش ونعمل النقر واللسان بتاعنا لو ما عندناش مكنة تلسين هنا نفس الكلام بالنسبة للرجل عملية التقصيب نحاول نجر شوي عشان الوقت بتاعنا تعالا هنا بيبدأ اعمل عملية النقر بالنسبة للرجل بتاعتي عملت النقر بالشكل اللي انت شايفه دوت ده اتماكنة الحلية ببدأ ان انا اكسر سوكة او اشكل الحلية اللي انا عايزها عليها بالشكل اللي انا عايزه تمام هو هنا بيعمل خلوص لعملية النقر من الخارج خلاص بحيث ان دوت نقر والسان بربة عدلة نقر والسان بايه بربة عدلة وبيبدأ يكسر السوكة زي ما احنا شايفين كده اهيت بنبدأ نعمل عملية حالية للارجل من جميع الجهات ببدأ اعمل عملية التلسين اهيت شفت اللي احنا كنا بنقوله دوت عملية المفحار اللي هو خدها بالعرض وبدأ يعمل عملية التلسين ادي اللسان وهيبدأ يعمله الرجبة بتاعه طبعا هيصد هنا معانا زي ما احنا شايفين هيبدأ ياخد المقاس بتاعه ويبدأ يعمل يطير الجزء بتاع الرجبة بحيث اني اهيت زي ما احنا شايفين اهوت قص ده اسمه نقر والسان بربة عدلة عشان ده متين جنة دتنا يا جماعة عشان الحرك على الترابيزة ونقلها من مكان لكم مكان ادي الرجبة العدلة ده جبت مع الجزء بتاع النقر هو عمل نقر طبعا عادي وبدأ يفتح له الرجبة وبدأ يركب الرجبة بتاعته اهيت يا جماعة الرجبة عشان ايه نبقى شايفين هي بتتعمل ازاي اهيت الجزء التاني ده بيبقى ضعيف لانه بيبقى سدة ما بيبقاش قوي يعني فممكن يكزر باليد او ممكن نتهاره على المكانة زي ما احنا شايفين بنبدأ نجمع الشغل بتاعنا كده قادي الرجبة ده طبعا بالنسبة الميرهة الطولية والميرهة العرضية طبعا الشغل اللي هو بيعمله دوت اللي هو ان احنا بنبدأ نعمل عملية البرد بحيس ان يبقى شغله بسهولة ويسر ده طبعا عملية التشريب هنا ببدأ انا جمع الميرهة الطولية مع الرجل شايفين اهيت ميرهة الطولية وابدأ اربطهم بقمط عشان قادي يا جماعة دي يتقمط او زرجينا بعد عملية التغرية بقى ابدأ اخد الاحداث بتاعهم بحيس اني تبقى مفيش فتلة في قلب الشغل بتاعي ده بنعمل حاجة اسمها خبور خشبي زي الكويلة كده لعملية التثبيت وبيدي متانة طبعا اهوت ده الخبور الخشبي ببدأ احط الغيرة ده بيدي تثبيت اكتر وبيعمل عملية لعملية عصر الخشب وببدأ اطهره طبعا الزيادات اللي فيه تمام بظهر مكانه بالصاروخ او بقى اي حاجة ده بالنسبة الميرة الطولية مع الارجل وبالنسبة للعرضية بقى هنبدأ نجمعها دلوقتي تاني اي خلاص هبدأ اركب ما احنا قلنا الجزء بتاع الرجل بيبقى فيه نقر ولسان من الجهتين غير نفت غير نفت زي ما احنا ورناكم بنبدأ نجمعها كده برضو ونبدأ نركب الجزء التاني زي ما احنا شايفين طبعا مع التغرية اقوط وبنبدأ نشدها كلها على القمطة او الزرجينة بتفرق معنا الشغل دوت يا جماعة بشكل كبير جدا بنبدأ بنبدأ جزء هوت بتاع الشكلات تحت هيا الترابيزة ديت القرصة بقى طبعا معملهاش زي كونتر قطع تمن اجزاء وهيبدأ يعمل لهم عملية لحام بحيث يعمل قرصة من الخشب الطبيعي نحاول نسرع اهيت يا جماعة وهنشوف الجزء بتاعت المنضادة بعد ما خلصت بنعمل لها عملية تقشيط اهيت قاديت المنضادة جماعة بعد ما تشطبت بالشكل النهائي بتاعها طبعا احنا درس المنضاد يا جماعة من الدروس المهمة او من الابواب المهمة في مادة العمليات الصناعية وبيحتل جزء كبير معنا ومن الاسئلة اللي بتيجي في امتحانات الدبلوم بشكل دائم الى اللقاء وفي الحلقات القادمة ان شاء الله نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته